حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرفي بن الشخيري وحجاج قال حدثني شعبة قال حجاج في حديثه سمعت مطرف بن الشخيري يحدث عن حكيمي بن قيسي بن عاصمين عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته قال اتقوا ألها عز وجل وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم فذكر الحديث وإذا موتوا فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه حثناه شيم قال مغيرة أخبر عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيسي بن عاصمين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به والحلف في الإسلام حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد عن شعبة عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيسي بن عاصمين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حسين بن قيسي بن عاصمين عن أبيه أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر